السلام عليكم أصدقائي أحبائي على قناتي سنان صالح شير سنان عودي قناتي مون خناتي هاي حبو نسيت هاي نسيت ها والله متعود على قناتي الموم أصدقائي على قناتي شيف وليد ايه اهناني اليوم انا معزوم شيف وليد عن فطور ايه ومحضر اكله كلش طايبة قلت له وليد خلينا نصورها وندسلهم اليها لاني قبل ضايقها كلش طايبة عندها فقلت ضروري تاكلوا مني اليوم راح اساوي لكم 8 هنود حلو أكله غريبة اليوم ومسيطة طبعا حلو حلو مكونات موجودة بكل بيت مثلا بفرعة عندنا وتحتاجنا لحم حلو لحم غنم او لحم عجل او لحم بطر حلو هسا راح نتشوفكم بعنا شوية على المكوناتها بس طبعا نشوف هالأكلة ليش هانا قلت لكم بدا لتركز عليها قلت نصورها يجد ما تصوروها طيبا واتمنى منعوتكم اللي ما مشترك بقناتي شيف وليد خليشترك بيه هسا عنده أكلات كلش طيبة ومتنوعة وكلات عده للسحور نسوي مهيظم للسحور للفطور للشوربات يعني كل شيء بعد ما تحيرون من السمرة موالتكم وبغاراتها طبعا بغارات هاي بغارات خاصة حلو اللي هي خاصة بهذا التمن يعني مو احنا نجي ونضيقوا بغارات أو نسوي تشكيلة بغارات لا هاي بغارات موجودة عدة العطار وإلى اسم هسا إن شاء الله نقول لكم عليها حلو وإن شاء الله نشوفوها الطبخة شوان حتطلعوا يانا اليوم يلا فنقولكم داما نحليكم ويانا وفعلوا الجرس ونشتراحوا اللايك من هسا حتى شنو يصير واس شيف وليد نزلكوا بعد أكتر وأكتر إن شاء الله هسا راح نشرح لكم على الوضعية طبخة الرز أو التمن هنود طبعا هذا هنا عندي لحم مال بقار قطعت على شكل مكعبات وسلكته طبعا الكمية وحسب الكمية تضيفوها بالتمن بس هو لازم يكون بي لحم زايد هاي هنا عندي كيلو نص لحم هنا عندي ثلاث ترباح تمن يعني ثلاث ترباح الكيلو هنا عندي نص كيلو بصل هذا هنا عندي ثوم وهذا الملح وهذا الزيت وهذه هي الأبهارات الخاصة اللي قلت لكم عليها هاي أبهارات اللي سموها أبهارات التمن هنود العطار هو يعرفه ما أعرفه هنا أوروبا إن كان العطار يعرف هاي المواد أو ما يعرفه شوفوا فساني تجيني من العراق خلق لكم هاي 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 موجود بها قرنفل موجود بها جوسط طيب موجود بها قرفة اللي هو الدارسين وموجود بها ثوم بودرة وبصل بودرة موجود بها أيضا فريحتها كلش طيبة يعني شي على الشي استخدموا سبع بهارات فتطلع نفس النكة أو بهارات البرياني أي نفس بهارات البرياني بالضبط أنصحكم تجربوه لأن نفس ريحتها تقريبا بالضبط عندنا موجودة اللي ما متوفر عده سبع بهارات بالضبط هو الباكستانيين اللي هنود مشهورين بها هاي البهارات يعني سبع بهارات خليم بيو نبت يلا حلو هذا سنجد زيت وكمية لحتاجة حلو هذا طبعا الزيت يحمي ونضيف المواد اللي راح نخلي الثوم وبعدين نخلي البصل حلو اهم شي يحمي الزيت حتى شنو يكون يدقى الله يأخذ الثوم يأخذ النكهة من عنده إذا ما حام الزيت راح يصير سلق يصير شيء عادي فلازم نخليه يحمي ونرجع لكم مرقة فاصولية خضراء هذه مرقة فاصولية خضراء هل أبو اليودي هلأ يا أبا تلم دل المال اتنا يوم 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 وهذه الشربة شربة عدس شربة عدس شربة عدس لديك شربة عدس مال ماشو الله إن شاء الله حلو يكتبوا شربة من شيف وليد سوف يتطلع لكم وإذا تريدون يكتبوا شربة من شيف سنان سوف يتطلع لكم الآن سأضيف الثوم نحمس الثوم على موجودة طينك للرز الآن سأضيف الثوم الآن سأضيف البصر ويقف يوم الشر يبو 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 أصدقائي أصدقائي يحب الثوم يحب الثوم يحب الثوم يجب أن يكون الطعام بلعاكس طيب يجب أن تصرف أبو يوسف لها توم ويجب أن تكون نظيفا لذلك لذلك يجب أن نضيف تصرف سوف اضيف البهارات هنا هذه البهارات مالية 8 حنوط وهذه البهارات هنا سوف اضيفه سوف اضيفه بشكل جيد الله عليك واللودي على هذه الريحة الفت شيء مو طبيعي ان شاء الله اتمنى ان تجربوه للطبخة لان طعمها كل شيء طيب هنا اضيف المي اللحم مي اللحم اضيفه تماني وانا اضيفه تماني هذا مي اللحم مي السلبني بي اللحم مهما سوف اضيفه مي اللحم المسلك ذلك مي وملح مي وملح هذا مي وملح حتى تختلفتك طعم سيصير بلبهارات طبعا اي 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 حلو حلو بس فيتشير اي حتى ها هذا لازم الخبطة للتمن وياللحم والله ولود الشهي نحصل توقها او يوسف انشاء الله تطبخه انت الربعة اي طبعا انشاء الله نزله بقناتي هميا حيشوفوه بقناتي انشاء الله بنهاية الفيديو هذا رح ننزلهم اياه هذا طبعا التمن صار شوفوا اللحم شوفوا البصل شوفوا شلونه ما شاء الله ريحتفت شيء ايش قد ما تصورون طيبة طيبة ويسا رح نفطر به معيني اضرب اول ويوم بالعاقل طبعا فاصولية خلي رويوم السفرة اليوم شم سويتت حتى واحد من يستوى يعرف شي سوية حتى سفرتهم اليوم كلها عليك طبعا عدك هذا شنو هاذا ناشيفو هذا كباب الملوكي يعني من نزله اهه حلو لان نزله جيد بس كباب الملوكي ملوكي 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 المهم قلب الملوكي كباب الملوكي الم得 Lieutenant ملوكي الملوكي ملوكي جيد الثلاثة 1930 لخ Moud ملوكي يحطنا الثب donít اشتركوا حتى يوصلكم كل جديد سلامة